مريني بن المدارس والساعد للعلم حارس الوطاطي كان فارس والعلاوي حرر البلاد اهلا وسهلا بكم خوتي اخوتي العزاء في حلقة جديدة من حلقات فضح النظام العسكري المعادي للمغرب معكم حاتم المرابط سوف نترككم في اول تعليق رابط سوف نفتحه في وكالة الانباء الجزائرية وكال عدد اخبار لانشرة ضد المغرب او كال الأكاديب لانشرة ضد المغرب في سنة 2021 اليوم ننتكلم عن واحد الموضوع بالغ الأهمية والخطورة في خص المقولة الشهيرة للجزائر نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة في المشمش بطبيعة الحال انطلقت فعالية المعرض الدولي للدوبي في الامارات الشقيقة لكن وجلع الشعب دياله اخلص صحيات ومحبة الشعب المغريبي لا ننسوا ان الامارات حكومة وشعبا فاتحين قنصلية في الصحراء المغربية وكالدعب المغرب المهم هذا اكسبو دوبي 2020 تفتتح في 1 اكتوبر وما سيسالي حتى 31 مارس 2022 المفاجأة الكبرى ان الجزائر مشاركة في العرض الدولي ستقول لي بطبيعة الحال وراء امر عادي ان الجزائر تشارك معهم في الامارات في نوع المشكلة اخو يا حجم المشكلة ختم تروح لان الجزائر كتداعي ان تقاطع اسرائيل في المنافسات الرياضية والثقافية والاجتماعات وغيرها ومثلا اخذها الرياضي ذي الجودو الذي نساحب ليواجهش الرياضي الاسرائيلي ونساحب مع واحد الرياضي من السودان وكان ممكن مثلا انه يشارك في المقابلة مع السوداني ويخسر وكي لا يتأهلش ضد الاسرائيل لكنه يريد ان يأخذ اللقطة الاعلامية ويتشار داخل الجزائر فالمفاجأة الكبيرة هي ان هذه الجزائر مشاركة في المعرض الامارات جانبا لجانبا مع مشاركة دولة اسرائيل في المعرض الامارات يعني في نفس المعرض كان الامارات وكان اسرائيل وكان الجزائر وكان دول اخرى بحل المغرب وغيرها فانما فهمت هذه السكيزوفرينية التي انتم معايشين فيها قبل ان تشاركوك كنتم تعرفين ان اسرائيل دولة مشاركة حتيية لماذا لم تقاطعوا المعرض الامارات ليه هو اصلا منظم من طرف الامارات اللي مطبعة مع اسرائيل وايضا في المعرض كان مشاركة اسرائيل معكم لماذا مثلا ستقاطعون منافسة كورة اليد اللي كانت في المغرب دعما للبوليزاريو او دعما لسانداريسا ولكن لم تدعموه فلسطين ولا تقاطعوه مثلا المعرض اللي فيها اسرائيل يعني الجزائر بكل بساطة تعترف ان اسرائيل دولة لانه الى يومنا هذا ما سمعنا حتى واحد فيكم انتقد الامارات انها خلت اسرائيل شاركة الى جنب الجزائر صوروا معي يا اخوتي المغاربة ان المغرب منظم هذا المعرض هذا مشاركة الامارات ومعيط على الامارات ومعيط على اسرائيل ومعيط حتى للجزائر الجزائر ستخرج اعلاميا ورسميا ويخرج لنكذبون وسمى الحمامرة وغيره ويقول لكم ما سنشاركوش في المعرض لان اسرائيل كينفض المعرض يعني نهار لا نهار انتم مكتبين وانكم تنافقون الفلسطينيين وانكم كتكرهوا المغرب بوحده لانه ما عندكم حتى مشكل مع اسرائيل ما سيقول عليكم وعلى الاهلام ديلكم هذا الرياضي الجزائري الذي ضيع المسيرة الرياضية دياله كاملة وبيعته العجل وفرحته به وكتبت عليه المقالات ودرت عليه التغطيات الإعلامية وصفقت عليه للاخر مسكين ترى ان بلاده كتشارك في معرض عالمي جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل وكتبع معها اين هو دعمكم لفلسطين ظالمة او مظلومة في المشمش بطبيعة الحال وبين قوسين الجزائر فضل معرضه لابقيته عقلين كانوا سابقا سرقوا صورة الكتبية من المغرب وداروا عندهم في الجزائر اكتبوا عليها انها توراة جزائري مغرب اجبال لكم اليوم هذه النسخة للإمارات دير 2020 وفي الجزائر ستكون مخنشلة شي حاجة او لا دار تعقلها بطبيعة الحال ضروري تكون مخنشلة غير هي هذه المرة لا يستطيعون يعودوا الكتبية المغربية هذه المرة بعدهم منها شيئا وقاموا بخنشلات حيوان الفيل اي كيف ما تسمعه قاموا بخنشلات الفيلة الافريقية حسب المعلومات اليوم نقلل في الانترنت نرى ان كل الفيل الافريقي وكل الفيل اسياوي النوع الافريقي مع مرض تواجد في الجزائر او في ليبيا او في تونس او في المغرب وهذه الصورة التي كتبنا على اليمين لي بيبيا لكم اماكن تواجد الفيلة الافريقية فكيف سأعطيكم خاطركم تقنشلوا صورة من كينيا هذه الفيلة وتديروها على انها في الجزائر هذا ليس زائر من الفيتنام او من دولة اوروبية او امريكية او اسيوية لا يعرفكم مزيلا ولم يعرفكم انكم كتابين وكتابين بزيادة من هنا ستبدأ الصورة عامرة بالفيالة في المعارض الجزائر في الامارة وقرر مثلا انه يدير زيارة الى الجزائر او لاجه عندكم الجزائر لكي يرون الفيلة التي يبينتني الصورة كين سيضيفها؟ اه ستقولوا لي احنا كاملين عندنا في طوال بحل الفيل المهمة ان تخنشلت الفيلة بنجاح النسخة الجاية من المعارض بحلوة ويجلبوك البتريق ويقولك البتريق الجزائري وسيديرو لكم صورة ملح ماما لانه يشبالي بزيارة والله ما كتمركو قل لك فييلة في الجزائر اماكن غير كدب كدب حمودة نرجع هذا بالموضوعنا هذا ما ستقولون الرأي العام الجزائري الذي صدعتني رأسه بالخطر الاسرائيلي والسهيوني والمخزني وفي الأخير يرونكم كتبعوا مع اسرائيل وكتعرضوا في نفس المعارض الدولي دون اعتراف جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل كان من المفروض ان الجزائر تقاطع هذا المعارض ماذا ستربحوا منه ولو لكن كون قاطعته كنتم ستربحوا احترام الفلسطينيين انسيت ما قلت لكم حتى فلسطين براسها في الجناح والمعارض دولة اسرائيل انا بلي انه تطبيع حرام غير على المغرب ببعده بالمناسبة حتى المغرب رام تواجد في المعارض دول دبي دائما كانت تفكر غير هذا الرياضي الجزائري الذي كانوا فرحانين به وكيزوا فوق كتابهم حيث نساحب امام اسرائيل وتقول لك ان هنا في الجزائر ما نطبعوش وما نقلسوش مع اسرائيليين وما نقلسوش مع اليون والاعلام تطبيع على الانجاز دولة لانه لو شارك مع الرياضي الاسرائيلي سوف نتعرف مباشر بالاحتلال وبجرائم اسرائيل ويعberدكم كامل الجزائر كامل دولة وحكومة وشعبا كتعرض في نفس المعارض مع اسرائيل وفي نفس المكان وكتواجد في نفس المكان مع اسرائيل ومن توجد الاسرائيلية والتقافة الاسرائيلية اذا اعترف باسرائيل وتطبيع جزائري مع اسرائيل وغيرا لكي لا تنسوا شراء الجزائر تقلص مشحالة مع إسرائيل في الأمم المتاحدة وهذا ما تقلص معهم في الاتحاد الإفريقي إذن حسب المنطق البخروبي لكم أنتم كنتم تقولون لنا أن جلوس المغرب مع عصابة البوليزاريو هو اعتراف مغربي بسنداليستان إذن هذا ما تطبقته ودرته اليوم يا أصحاب الخراطيم هو اعتراف جزائري وتطبيع جزائري مع إسرائيل على ما هذا الناس حال في نحتي قتلونا بالضحك قلت لك الفيالة في الجزائر اخبرت نعرف هذا الكتبية من حجور الناس حبين سيقول لك الجزائري هي أول مختاره على البلايستيشن حيث أنهم موجودوا البلايستيشن الأول وحفوعيات في عهدplement ما سينيسا وكوميديا وكتنا نريد مشاهhesia مع كوميديا لأنكم دولة كوميديا هذه الغرطة سأجيب مع البلايستيشن من إيطاليا إلى الجزائر الكوميديا عفوا، أريد أن أقول لكم الجزائر النوميديا المهم أنتم قد تطبعوا مباشرة مع إسرائيل وبطريقة مباشرة كيف يمكنكم إستماعات الناتو وقلصوا مع الإسرائيليين وبينكم، مخفتموا إسرائيلي يأتي المعرض لكم يضحك لكم وفجاكم على الفيالة التي قلتها أما كان غير كل ساعة ودر قدر شكراً على المتابعة لكم، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة